بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاب الأعزاء طلاب الصف الحدي عشر أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس المراجعة ومع مجالي القرآن الكريم والحديث الشريف طلاب الأعزاء تعالوا بنا نتعرف أهداف درسنا وهي كالتالي أن يجيب الطالب على الأسئلة المتعلقة بدرس المحافظة على الحقوق وأن يجيب الطالب على الأسئلة المتعلقة بدرس فضل التفقه في الدين نبدأ مع مجال التفسير تحت عنوان المحافظة على الحقوق صفحة 97 من الكتاب المدرسي أعزاء الطلاب تعالوا معا نراجع أهم المحاور التي تناولناها في درس المحافظة على الحقوق في هذا الدرس افتتحت السورة بالحديث عن حق الله تبارك وتعالى بالتزام أوامره واجتناب نوهيه ثم دعت إلى حق الأهل والأقارب من حيث الصلة وحرمة قطع الرحم ثم كان الحديث عن حق اليتيم من حيث العناية به والحفاظ على ماله حتى يبلغ ثم كان إبراز قيمة العدل إن أراد الزواج من اليتيمة فإن عجز عن ذلك فليتزوج غيرها من النساء مثنى وثلاثة وربع ثم كان الحديث عن حق المهر فهو عطية واجبة وفريضة لازمة من الرجل للمرأة وفي النهاية كان الحديث عن السفيه الذي لا يحسن التصرف ووجوب الحفاظ على ماله عزيز الطالب تأمن هذا النص القرآني ثم أجب عن الآتي ما المراد بكل من من نفس واحدة وبث منهما هيا يا أبطال ما المراد بقوله تعالى من نفس واحدة ممتاز إجابة صحيحة آدم عليه السلام وما المراد بقوله وبث منهما بارك الله فيك نشر وأشاع وأخرج منهما ما الأمر الوارد في هذه الآية أحسنت إجابة صحيحة الأمر الوارد في هذه الآية تقوى الله عز وجل بارك الله فيكم أجمعين من خلال فهمك لهذه الآية أجب عن السؤال التالي عنل تكرار الأمر بالتقوى في الآية الكريمة ممتاز إجابة صحيحة لتربية المهابة في النفس ولأنها هي ملاك الأمر كله ولا سعادة بدونها وفيها تذكير بأهميتها مما يوجب خشية الله وانتثال أوامره بارك الله فيك قال الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام استنبت فائدة ترشد إليها الآية الكريمة ممتاز إجابة صحيحة وجوب صلة الرحم والحذر من قطعها المعنى العام لقوله تعالى وآتوا اليتام أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا هو جواز أقل الولي من مال اليتيم إذا كان فقيرا النهي عن تمكين السفهاء من التصرف في المال أمر من الله تعالى بدفع المال إلى اليتيم إذا بلغ سن الرشد توجيه من الله تعالى أن يقولوا لسفهائهم كلاما طيبا الإجابة الصحيحة هي أمر من الله تعالى بدفع المال إلى اليتيم إذا بلغ سن الرشد إجابة صحيحة بارك الله فيك إذا ما المراد باليتيم؟ اليتيم هو من مات أبوه وهو صغير دون البلوغ أحسنت حدد النهيين الواردين في هذه الآية ممتاز إجابة صحيحة النهي عن أكل مال اليتيم والنهي عن استبدال المال الجيد بالرديء بارك الله فيكم من خلال دراستك لهذه الآية ما سبب نزولها؟ ممتاز أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن هذه الآية فذكرت أنها نزلت في اليتيمة التي تكون عند وليها فيعجبه مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها من غير أن يعدل في مهرها فنزلت هذه الآية نزلت فانهى الأوصياء عن الزواج منهن حتى يعدل في مهرهن ولا يهضم حقوقهن وإلا فليتزوجوا غيرهن من النساء مثنى وثلاثة وربع بارك الله فيكم فأمل هذه الآية ثم حدد معنا كلمة نحلة هل هي إحسان التصرف في المال؟ فريضة تعطى بطيب نفس زيادة المال المعطى للمرأة الإنفاق في غير الأمور الضرورية الإجابة الصحيحة هي فريضة تعطى بطيب نفس إجابة صحيحة ما معنى قوله تعالى صدقاتهن ممتاز مهورهن متى يجوز للزوج الأخذ من مال زوجته؟ إجابة رائعة إذا كان برضاها وعن طيب خاطرها من خلال فهمك لهذا النص القرآني حدد من هو السفيه؟ إجابة صحيحة هو الذي لا يحسن التصرف في ماله لخلل في عقله أو صغر في سنه لماذا نهت الآية الكريمة الأولياء أن يؤطوا صفهاء أموالهم؟ ممتاز خشية إفسادها وإطلافها بارك الله فيكم أجمعين الآن طلاب الأعزاء ننتقل إلى مجال الحديث الشريف تحت عنوان فضل التفقه في الدين صفحة 108 من الكتاب المدرسي أعزاء الطلاب تعالوا معا نراجع أهم المحاور التي تناولناها في درس فضل التفقه في الدين دار هذا الحديث حول بعض المحاور المهمة كان منها الحديث عن راو الحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ثم بيان المفردات والتراكيب ثم كان الحديث عن فضل التفقه في الدين وأهمية الحرص على طلب العلم فالعلم يجلب للإنسان الخير كله ثم كان الحديث عن فضل العالم على العابد لأن نفعه متعد إلى غيره ثم كان بيان مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم فمهمته تبليغ رسالة الله تعالى وتعليم أمته ونصح المسلمين وفي النهاية كان التأكيد على بقاء هذه الأمة فأمر الإسلام وأهله سيبقى إلى يوم القيامة رغم كيد أعدائهم ومكرهم الآن ننتقل إلى الأسئلة أكمل كتابة الحديث النبوي الشريف هيا أبطال من يستطيع الإجابة على هذا السؤال ممتاز من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله رواه البخاري ومسلم بارك الله فيكم مما يدل على مكانة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أنه أحد كتاب الوحي شهد معركة بدر الكبرى ابن أحد أشراف مكة أبي سفيان كان على صلة وثيقة بسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه الإجابة الصحيحة هي أحد كتاب الوحي بارك الله فيك إجابة صحيحة وهنا يأتنا سؤال تحدث باختصار عن مكانة معاوية رضي الله عنه أحسنت إجابة صحيحة أحد كتاب الوحي شهد حنين وفتحت على يديه قيسالية في زمن أمر بن الخطاب رضي الله عنه وماذا أيضا؟ ممتاز أسس الدولة الأموية وحكم من سنة 41 هجرية ولمدة 20 سنة المراد بعبارة يفقه في الدين يعلمه الخير يوثقه في العبادة يعنه على مساعدة الآخرين يفهمه أحكام الشريعة وحقائق الأمور الإجابة الصحيحة هي يفهمه أحكام الشريعة وحقائق الأمور بارك الله فيكم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين يتبين من الحديث الشريف أن زيادة العلم خير كثير وضح ذلك ممتاز لأنه إذا قل العلم وعم الجهل إن عدم الخير وحل الشر بارك الله فيكم العالم الذي يعبد الله على علم وبصير خير من العابد الذي يعبد الله على غير علم وذلك لأنه يعبد الله كثيرا نفعه متعد إلى غيره يكسر من رواية الحديث له مكانة مرموقة في المجتمع أين الإجابة الصحيحة الإجابة الصحيحة هي نفعه متعد إلى غيره بارك الله فيكم ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم وإنما أنا قاسم والله يعطي إجابة صحيحة أبين وأوزع ما أمرني الله تعالى به من أحكام الدين على الأمة ماذا تفهم من قوله صلى الله عليه وسلم والله يعطي بارك الله فيك إجابة صحيحة أن التعيين لله وحده فهو سبحانه الذي يعطي ما يشاء لمن يشاء وضح مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم مهمة الرسول هي أحسنت بارك الله فيك تبليغ رسالة الله تعالى وتعليم أمته ونصح المسلمين فهو يعلم الناس الخير والله يعطي كل واحد منهم من الفهم ما يشاء ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر غيبي مستمر يعد دليلا على صدق نبوته وضح ذلك ممتاز إجابة صحيحة أن الإسلام باق ببقاء أهله القائمين عليه المتمسكين به ماذا تفهم من قوله صلى الله عليه وسلم ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله إجابة صحيحة لن تزال طائفة من هذه الأمة قائمة وعاملة على أمر الله مبلغة لدينه مقيمة لحدوده لا يضرهم من خالفهم عزيز الطالب اقرأ الحديث مرة أخرى واستمضط أهم ما يستفاد منه عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خير يفقه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله رواه البخاري ومسلم هيا يا أبطال من يستطيع أن يستنبط لنا فائدة استفادها من هذا الحديث إجابة صحيحة من فوائد هذا الحديث فضل التفقه في الدين أمر آخر ممتاز من فوائد هذا الحديث أن الرازق والمعطي هو الله سبحانه وتعالى بارك الله فيك من فوائد هذا الحديث استمرار الإسلام وأهله إلى يوم القيامة بارك الله فيكم أجمعين إلى هنا طلاب الأعزاء نكون قد انتهينا من مراجعة مجالي التفسير والحديث للباب الثاني شكرا على حسن إصغائكم واستماعكم وكتب الله لكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته